أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح تقسيم النذر إلى قسمين نذر مطلق ونذر مقيد نذر مطلق ونذر معلق ما هم مقيد معلق على شيء إن شف الله مريضي فعلت كذا إن نجحت في الامتحان فعلت كذا هذا معلق إذا حصل الشرط حصل المشروط المعلق عليه ونذر منجز لله علي أن أصوم أن أصلها لمنجز يلزمه الوفاء به في الحال أما المعلق فيلزمه الوفاء به عند حصول الشرط الله إليكم سماحة الوالد ويقول في تتمة سؤاله وأن النذر المكروه هو النذر المعلق كأن يقول لو نجحت لحججت هذه السنة الله يا أخوان أنا قلت لكم كم مرة لا تحدثون أقوال لم تسبقوا إليها أنا ما وقفت على الكلام هذا وهذا التقسيم فإن كان وجد في كلام أهل العلم فليأتنا به أما إن كان إنه اجتهاد من عنده نحن لا نريد إحداث أشياء لم يسبق إليها